أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومشي اليمين أهلك بأنني قد رسلتهم عند أهبهم وعيك ثمون أهيدا لساحبهم من أحبكم أبهم الذي فضى بالسماعاتي من قرب في ستة ميالي في مستوى على العنش يجبع القيام ملمي وشفيري إلا إلا بعد قبل ذلك الله ربكم سعدكم أسألتها الكريم إليه مرجلكم جميلا وعرض الله حقا إنه لبكى الفرق في الله وعيبه ليعزي الذين آمنوا من الصالحات بالقسط والذين كفروا له شعابا من حقيم وعذاب أليم بما كان يكفر هو الذي فضى الشمسة وعطره الله وقدره الأجازل لتعلم عدد السهل والمساعد لا خلق الله ذلك إلا بالحق نفشل الآيات لقلم العلمين إن في اختلاف الأيان والنهاي ومعخر قواد في السماوات والأرض لآيات لقلم التقيم إن الذين سيعجوا لإطلاع الأرض بالحياة الدل يعطم بها والذين هم الأخيات يغافلون ولذلك مروا منها أو بما كانوا يكسبون إن الذين أعلموا وألموا الصالحات ونهديه من ربه الله به معلوم تجري من تحته من أله وفيك اللات المعيم دور من فيك سبحانك الله ومن وتهياتهم فيه وسائم ونأجر دعوال الحمد لله رب العالمين وننعجر الله للناس استعجارهم بالحير لكبع إليهم الجدر فنبروا الذين لا يرقل لقاءنا في طبيانهم يعملون وإن كمس الإنسان الضرق أهل جابه أوقفتًا أوقفتًا فلما كشفنا رم بره فلما كشفنا رم بره بره كذل لم يدعنا أهلة بر بسه كذلك زلنا للمسرفين ما كانوا من بلون وقد أن يبنى القرون من قبلكم يمع فهم جاءتهم وسلوا بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي قرن الجرمين ثم جاءتكم فلنفف الأرض من بعدهم لناظرة فتعودون وإذا تتنى عليهم آيات وجينات قال الذين لا يرقل لقاء وقد أنت بقركان الغير كان أو بدل كل ما يكوني أو بدله بيوت القرآن نفسي إن أتبع إلا ما ربي والليل إني أخاف من عشية ربي تذاب يوم عظيم قل لو شاء الله لا تلعطني أدريكي ولا أدريكي فقد يدفت فيكم عورا من قبل أفلا تعجلون ثم نظلم من نفتر على الأرض كذبا ويكذب بالآياته إنه لا يشير المجرمين ويعبدون من دون الله من لا يضرهم ولا ينفعهم ولكلومها بالآياته فعلمنا عند الله كل تنببون الله بما ينفعهم في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى فهم ما يشركون وما كان الناس إلا أن يتعوا وعيدة فاقترفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لهم أن منزل عليه آية من ربه فقل إن من غيب الله فانتظروا إني أعكم من المنتظرين وإذا أن نكون الناس قمة من بعد ضرّا مسته لبالهم مكرون في آياته قل الله من أسر المكرى إنهم سلا يكتبون من تلكه والذي يسيركم في البر والبح حتى إذا قاتل في الفلك وجوين به بري وطيبة وفرعوا بها جواعة فاريه معصفا وجوالهم مرجو من كل مكان مهروا وظنوا أنهم محيط بهم جاءوا على مخلصين من الدين وإن رجيتنا من هذه للكم من من الشاكرين فإن أرجاءهم إذا هم يذبون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إلا ما ذلكم على الأنفسكم متاع في حياة الدنيا يا أيها الناس إلا مرجعكم فلندركم بما كنتم تؤمنون يا أيها الناس إلا مرجعكم في حياة الدنيا كمهار الأوزلناه من السمايات فاتلط به نبات الأرض يا أيها الناس إلا مرجعكم في حياة الدنيا كمهار الأوزلناه من الدنيا كمهار الأوزلناه من السمايات يا أيها الناس إلا مرجعكم في حياة الدنيا كمهار الأوزلناه من الدنيا كمهار الأوزلناه من السمايات يا أيها الناس إلا أقتل سبيلنا próximo كمهار الأغربوي جمعة أجس生 أجساء سيئة بنفل وخاطر أبن بالذل موهن من الله من عاشف كأنها أرسيت مجوره القطعا من الليل مبنى لذلك أشهر أمام من فهى خالد ومن عشور الجميع ثم نقل كل الذين أشعروا مكالكم دلات يشعرك على أعوكم فسيئة بنهم وقعد أشعرك على أعوكم دلات ديانة أعوكم تقسع بالله شهيدا بيننا وبينكم منكم وعن عبادتكم يغافلين لذلك تنبوا كل نفس ما أسلفت يودوا إلى الله من أمير حب وضي عنه ما كانوا يفتغون قل من يوزقكم من السماء والأرض أمير يليك السماء والأبشار وكي نفرد الحي من الميت ونفرد الميت من الحي وكي ندد منهم فسيقولون الله فقم أفلا تتقون فذلك الله تعبكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلام فلم يتصرفون كذلك حبت كلمة ربك على الذين فسدوا أنهم لا يؤمن قل هل من شركاء كذلك يبدو الخرقص من يعيده قل هل من شركاء من يعديه إلى الحق قل إلا يعديه للحق حق فمن يعديه إلى الحق يحق أن يمتبع إن من لا يبدي إلا أن يمتبع فها لكم كيف تحقون ومن اكتبع اكتبع في الظن إن الظن إلا لا يبدي من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كير هذا القرد أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بلده ولكن تصديق الذي بلده وتشغيل الكتاب لا رب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لن يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا نؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا دوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة لربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأم وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب أن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفنه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بن إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرق فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا دو وإن يردك بخير فلا رات لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكي واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ترجمة نانسي قنقر